السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح لكم أسهل وألد وجبة ممكن تحضروها سواء للغداء أو العشاء في أقل من نصف ساعة اللي هي كيف كتشوفوا معايا عندي هنا الروز بالتومة بطريقة تحضير سريعة بدون مراحل ومقادير اللي هي مضبوطة يجيكم فيها طيب ومفرز حبة حبة مع الدجاج بالصلصة اللي كيجي تريه كذلك وبنين بزفزف بالقياس تبنى أننا اقتراح هنا لإعجاب ديلكم تجربوا هدو الوصفة هدية إن شاء الله تردوا عليها في التعاليق إلي عجبتكم ما تنسوش خليوا ليها لايك شاركوها مع أحبابكم سحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي وما نطولش عليكم ندوز الآن مباشرة للمقادير وطريقة التحضير فبالنسبة للمكونات هما مكوناتين رئيسية من طبيعة الحل اللي هما الروز وصدر ديال الدجاج طبعا بالنسبة للروز فقدين ديرو معكم اليومة بالتومة أو المتوم بالنسبة للناس اللي ما قد يشيبغيوا التومة ممكن تعوضوها بالبصل بشكل عادي جدا غدين تزدبوا مباشرة لتحضير الرز الأول عندنا نرجعوا لتحضير الدجاج بالنسبة للروز فأنا غدين أخذ هنا زلافة قياس ديال زلافة ديال الرز بالنسبة للروز أنا خذيت اليوم هدو الروز الصفل الصفر عفوا اولا الروز غلاسي بالنسبة للروز غدين نوضع هنا زلافة غدي نضيف ثلاثة الحبات ديال التوم او للفصوص ديال التوم اللي حكيتهم بطبيعة الحال غدي نزيد هنا يا ثلاثة ديال مع القكبار ديال الزيت النباتية فغدي نحاول ما امكان انا نعطيكم مقادير اللي هي مضبوطة بالنسبة للناس اللي يعني كيخافوا ان الوصة ما تنجحش معهم من بعد ما ضفت الزيت فغدي نتبل شوية ديال ملحة اللي كتبقى على حسب الضوغ شوية ديال البزار كذلك وشوية ديال سكنجبير بالنسبة للناس اللي غدي بغيو يضيفو ضامة البنة ممكن طبعا ممكن نضيفوها دبا غدي ندوزو ان شاء الله باش نضيفو العبار ديال الماء بالنسبة لهذا الروز غلاسي او للروز الصفر كل عبار او لكل زلافة ديال الروز غدي نضيف لهنا جوج زلايف وربع ديال الماء هو القانون ديال طيب ديال الروز كيف كتعرفوه لكل عبار كنديرو جوج عبارات ديال الماء لكن بالنسبة للروز غلاسي فانا كنضيف ربع الكمية ديال الماء لانا يالله كيجي فيه الطيب وهدك وما كيجيش يابس كيف نقوله كيجي كارم فمن بعد ما ضفت الماء الماء عادي بدرجة حرارات الغرفة غدي نسد عليه في الكوكوت وغدي نضعه فوق نار ليه متوسطة حتى تبدأ الكوكوت كتصفر او للصفارة كتدور عاد غدي نقص نار ليه مهيلة ونحسن ما بين 15 و 20 دقيقة فهذا الآثناء هدي غدي نرجع هنا للصدر ديال الدجاج وغدي نحاول انني نقطعه شرائح اللي هي طويلة اولى بشكل طولي بالنسبة لكمية ديال الدجاج بطبيعة الحال حتى هي كتبقى اختياري يعني عندي هنا صدر ديال الدجاج اللي هو كبير فحتاجي تنديران غير هاد الكمية هدي ممكن نضيفه ممكن تنقصه على حسب المتوفر طبعا وعلى حسب عدد افراد الاسرة ديالكم بالنسبة لصدر الدجاج فكنقطعه يعني عكس الاتجاه ديال الاليف دياله باش ما كيجيكمش قصح طبعا من بعد ما غدي نقطع صدر ديال الدجاج غدي ناخد هنا حبة صغيرة ديال البصل كذلك غدي نقطعها اولا غدي نشلطها مربعات اللي هي صغيرة وندوزم مباشرة فغدي ناخد هنا مقلات وغدي نديرها كتسخون الى نرمبيل المتوسطة والمهيلة كنضيف هنا شوية ديال زيت النباتية وكنزيد عليها البصلة في هات الشكل هدا كنزيد لها واحد شوية ديال ملحب طبعا بيش كطب لنا بسرعة وكتنزل بسرعة وكنبقى نقلي فيها وكنشحر فيها حتى كطب مزيان مزيان وعلى خطره انتو ما كيف كتشوفوه مباشرة غدي ندير نار اللي هي مرتفعة وغدي نضيف هاد القطع ديال صدر الدجاج بالنسبة لصدر الدجاج او للحوم بصفة عامة كيف كتعرفو فكيبغيو اننا نشحروهم على نار اللي هي مرتفعة باش ما كيتلقوش لنا هدوك السوائل او لا كيخرجوا منهم هاداك الماء بزاف وبالتالي هاد ينتحصلوا على قطع لا ديال الدجاج ولا اللحوم كيف كتلكم بصفة عامة كيقصاحوا باش كيخرجوا منهم السوائل ديالهم عفوا فضروري اننا كنشحروهم او لا كنطيبوهم ولا كنقلبوهم على نار اللي هي مرتفعة فانا هنا كنبقى كنحرك طبيعة للحال لانا الكمية شي شوي هكا كتير على المقلات فكنبقى نقلب باش طريفات ديال الدجاج كاملين يوصلهم الطيب هانتو ما لاحظوا معايا من بعد ما كيدخلهم الطيب فهنا الدجاج وخاعل نار اللي هي مرتفعة كيطلق ليها كوحد الكمية ديال السوائل ماشي مشكيل كنبقى نحرك فيها ونحرك نحرك حتى كيطيب مزيان وكيولي كيتشرب لنا هدوك السوائل سفيهنا ره هدجاج عندنا طيب مزيان فهنا غدي ندوس باش غدي ندرليه التوابل دياله اولا ندرليه العطرية اللي غدي نزيد لها شوية ديال مليحة غدي نضيف كدلك شوية ديال البزار وغدي نضيف شوية ديال الخرقوم وشوية ديال بودرة التوم لي كيف العدم ممكن تأوضوها فص واحد ديال التوم لي هو محكوك غدي نضيف كدلك هنا ملعقة كبيرة ديال السلسة الطماطم اولا مركز الطماطم ممكن تخفوه بشوية ديال الماء وكتحرركم مزيان فهد المرحلة هدي إلا طب لكم الرز غدي ندوزوا مباشرة باش نحضروا السلسة إلا كان الرز ديالكم ما زال ما طيبش عفوا اولا ما واجدش فغدي تخليوا هاد المقلات ديالكم جانبا حتى تبغيوا تقدموا يعني حتى يوصلوا وقت التقديم عاد نحضروا السلسة يعني هاد الدجاج هدا ممكن تحضروه مسبقا وتوضعوه جانبا حتى الوقيت اللي تبغيوها هكا للغداء او للإشاء وتوجدوا الرز ديالكم بالنسبة للروز كيف شو معيرا ما غديش ياخد مدة طهي اللي هي طويلة ولا مراحل في التحضير هنا بالنسبة للصالصة فهي صالصات بشاميل عادية خديت هنا ملعقة كبيرة ديال الزبدة ضوبتها ونضيف لها ملعقة كبيرة ديال الدقيق الأبيض كان خلط مزيان مزيان حتى كينسجموا هاد المكوينين ومن بعد غدي نضيف الحليب بالنسبة للحليب فهو عبارة عن كأس ونصف ديال الحليب عندي هنا بضراجة حرارة الغرفة ممكن تدفيوها او لا تسخن إلا باويتوا تتسرعوا من عملية التحضير الحليب كيبكت ليكم كأس ونصف او ما يعادل ميتين وخمسين مليليتر او لربع لتر ديال الحليب وهنا كان بقى نحرك يعني القاعدة ديال السلصة البشاميل حفوان كان بقى نحرك مزيان مزيان يدي التحرك ما نغفلش على التحرك باش ما كينزلش لنا الدقيق للقاعدة ديال الكسرول يتكتل ويتحرق بالنسبة للتوابي فانا كنتبقى هنا غير بشوية ديال الملحة وشوية ديال البزار باش ما تجينش الصوس بس لا كنبقى كنحرك حتى كتكتف معنا او لا كتتقلها كوحدة شوية الصلصة وكتوصل لمرحلة الغليان يعني ضروري توصل لمرحلة الغليان يعني تبقى بقى بهذا الشكل هذا نعود نأكد هاد المرحلة ديال الصلصة ما كتديروها حتى كيكون الروس ديالكم يعني واجد او لا طب يعني مباشرة للتقديم ماشي تحضروا عفوان الدجاج ديالكم وديروا لي الصوس ديالكم ودخلي واحدة تبغيوا الوقت تقديم فديك الصلصة كتنشف الدجاج كيتشرب هديك الصلصة كاملة وكيتولي هكا ناشفة فمباشرة من بعد موجة الصلصة فرقتها من فوق القطع ديال الدجاج وكنحرك مزيان مزيان حتى كي عاود يغليلي هيا الخليط هكا كيف كتشوفوا وهذاك الدجاج كيبدأ كيتشرب لي هديك الصلصة شفوا معايش حل كيجي معلك وكيجي ببنين بلا قياس بلا قياس صاف هنا غدي نطفي عليه ومباشرة ندزل التقديم كذلي كانتوا كيف كتشوفوا معاي الروز من بعد هنا ماطب من بعد هنا كيف كتليكم مسديت عليه وخليته حتى بدأت سفارة كالدور عدرت ليه نار ليه مهيلة وحسبت ليه هنايا 20 دقيقة كيف كتليكم ما بين 15 و 20 دقيقة الروز كيكون طايب مزيان مزيان يعني طايب رطي الطب كتحسو به وفي نفس الوقت مفرز حبة على حبة هنا بالنسبة للتقديم تقديم دائما طريقة ديالتقديم مرا كتبقى على حسب الرغبة على حسب الضوء ديالكم طبيعة الحال انا غدي نقدم هكا بشكل دي هو عائلي ممكن نديرو اطباق ليهي فردية فاخديتنا هاد المول اللي عجيب هادا غير الصغير كيف كتشوفوه وكنحاول انا نوضع هاداك الكمية ديال الروز كاملة نحاول نضغط عليه انتم كيف كتشوفو ره ما يتعجنش معكم نهائيا غدي ناخدو وغدي نقلبو فوق طباق بهذا الشكل هذا وبالنسبة للفرق اللي كيبقى في الواسطة ديال القلاب هو اللي غدي نوضع في القطاع ديال الدجاج كيبكت ليكم بالنسبة للتقديم ممكن تقدموه باطباق فردية كل واحد ديرو لي حقو ديال الروز وكذلك شوية ديال السلسة بطبيعة الحال هنا كملاحظة وهدي كتبقاء اختيارية بالنسبة للناس اللي بغوا يضيفو الخضر في الروز يعني كتضيفو الطريفات ديال الخيزو او ديال الفلفلة يعني كتضيفو كل شي في المرحلة الاولى كيفشتوا معايا ما كان قلي حتى شي حاجة حتى المكان ديرو بدرجة حرارة الغرفة ضيفو كل شي دفعة واحدة في المره الاولى وديروهم كطيب طبيعة الحال خيزو قطعو طريفات صغيرين باش ما ياخدش يعني باش يطيب لكم زيال لان الروز ما كياخدش وقت بزاف في الطيب هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معاكم اليوم الروز بالتومة ونعاود نأكد هنا بالنسبة للناس اللي ما غديش يبغيوا تومة في الروز عاوضوها بالبصلة محكوكا بشكل عادي جدا هنا أنا غدي نقطع معاكم اولا غدي نهز معاكم هكا واحد شوية باش تشوفوا معايا الروز كيفاش كي يجي كذلك هادا كجاج كيفاش كيجي مع الصلصة جاج كيجي طري ديق الصلصة كتجيها كمعلكة مع انها ما في حتيش حاجة اللي غدي تتعلق ولكن كتجيها كمعلكة مع ديق طريفة ديالجاج كتوتى بزاف بزاف معا الروز بغيتكم هن أنا بغيتكم غيت شوفوا معايا عن قرب هنتم ما شوفوا معايا هن الروز كيفاش كيجي كيفتليكم الروز كيجي طايب مزيان وخلقة عايدة للروز هي لكل ميكيال جوج عبارات ديال عفوان ديال الماء أنا كنزيدها ذاك ربع ماء غير بالنسبة للروز صفر إلي كنتو غدي تدروا الروز البيض العادي فجوج عبارات ديال الماء فقط شوفوا معايا الجاج كيفاش كيجي هكا معلكة بهاديك الصلص وكذلك الروز كيجي طايب مزيان وفي نفس الوقت مفرز هكا حبة على حبة ما يتعجنش معكم نهائيا شكلوه كيف ما بغيتو تمنى الوصفتنا لإعجاب ديالكم إلي عجباتكم ما تنسوش خليولينا لايك للتشجيع كيف العادة بعدك نكون وصلت نهاية وصفات اليوم مع وصفات أخرين شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة